حذرت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية من مغبتي ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي لوقف إطلاق النار وأمن التراخي في متابعة تنفيذه وفي بيان لها طالبة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار ومتابعة تنفيذه بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام برا وجوا وبحرا مشيرة إلى مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني